هل نظام المعادلات التالي مستقل أم غير مستقل؟ المعادلة الأولى هي 4X زائد 2Y يساوي 16 والمعادلة الثانية Y يساوي سالب 2X زائد 8 لنراجع سريعاً المعلومات المتعلقة بالنظام المعادلات الخطية والنظام المستقل وغير المستقل والمتصق وغير المتصق إذا كان النظام مكون من معادلتين يوجد ثلاثة حالات ارسموا ثلاث محاور أفقية ورأسية هكذا الحالة الأولى هي عندما يتقاطع الخطان عند نقطة معينة مثلاً إذا كان هذا الخط الأول وهذا الخط الثاني الحالة الثانية هي عندما يكون الخطان متوازيين مثلاً هذا الخط الأول وهذا الخط الثاني حيث يكون ميل الخط الأول نفس ميل الخط الثاني ولكن نقطة التقاطع مع المحوى الرأسي مختلفة وبالتالي لا توجد نقطة تقاطع بينهما الحالة الثالثة هي عندما يكون الخط الأول ونفس الخط الثاني أي أن الميل نفسه ونقطة التقاطع مع المحوى الرأسي نفسها للمعادلتين هذا النوع من نظام المعادلات الذي يكون الخطان متوازيين فيه ولا يوجد حلول له يطلق عليه اسم النظام غير المتسق وهذان النظامان متسقان وهناك نوعان من النظام المتسق لاحظوا أنه يوجد حل واحد في هذا النظام ويوجد عدد لا نهائي من الحلول في هذا النظام وبالتالي يطلق على هذا النوع اسم نظام مستقل وهذا النظام غير مستقل إذن في النظام المستقل يتقاطع الخطان عند نقطة معينة أما في النظام غير مستقل الخط الأول هو نفس الخط الثاني هذا يعني أن أي نقطة تحقق المعادلة الأولى تحقق المعادلة الثانية حاولوا الآن تحديد إن كان نظام المعادلات في هذا المثال مستقل أو غير مستقل هذا يعني أن نظام المعادلات متصق ولكنه يتقاطع عند نقطة واحدة أو عند عدد لا نهائي من النقاط لاحظوا أن المعادلة الثانية مكتوبة بصيغة الميل والتقاطع ميل الخط يساوي سالب 2 ونقطة التقاطع مع المحوى الرأسي هي 0.8 اكتبوا المعادلة الأولى بصيغة الميل والتقاطع 4x زائد 2y يساوي 16 اطرحوا 4x من الطرفين وبالتالي 2y يساوي سالب 4x زائد 16 اقسموا الطرفين على 2 إذن y يساوي سالب 4x على 2 أي سالب 2x زائد 8 لاحظوا أن هذه المعادلة هي نفس المعادلة الثانية حيث ميل الخط هو نفسه وهو سالب 2 ونقطة التقاطع مع المحوى الرأسي أيضا نفسها وهي 0.8 حاولوا الآن تمثيل المعادلتين بيانيا هذه نقطة التقاطع مع المحوى الرأسي وميل الخط يساوي سالب 2 أي أن الخط الذي يمثل المعادلتين يشبه هذا الخط إذن نظام المعادلات في هذا المثال نظام غير مستقل أي أنه يوجد عدد لا نهائي من الحلول له وبهذا ينتهي الحل